أستاذ جوم مساء الخير أهلا وسهلا فيك مساء النور أستاذ حسين مساء الخير أهلا وسهلا فيكم سعد مساء ضمن هذه الفقرة من بعد ما نحكي عن بعض العنوين المرتبطة بما هو ساخن 1701 وما يحدث في الجنوب رح يطل معنا مثل ما قلنا جوم عكرون من بريز ورح يكون لنا كمان وقفة فيما يتعلق بالإضراب غدا يلي رح يصير هذه الدعوة العالمية زملتنا ديانا عيواظة يلي رصدت كل المواقف وكل الحكاية رح يكون إلى إطلال معنا تشرح لنا تحديدا شو رح يصير بكرا استاذ حسين البداية معك الـ 1701 عنوان بارز كان طوال هذا الأسبوع اليوم في الخروق الخرق الإسرائيلي المتمادر الـ 1701 في عنا أيضا ما يحدث في غزة واستمرار آلة الحرب كيف يمكن النظر إلى هذا الأمر إلى الـ 1701 وانطلاق منه إلى المواقف اللبنانية والإقليمية والدولية أول شي سمح لي بموضوع الإضراب أول شي سمح لي حلوين لعوينات كنا عم نتحايل على البعيد كان بس قريب أكلناها بعيد وقريب بس ليه بقين لك شو بنا نعمل عم بقول أنه موضوع الإضراب العالمي بكرا بعتقد شغلة كتير مهمة بعتقد يمكن حتى أول حكومة بالعالم العربي أخذت هذا القرار يعني حكومة الرئيس نجيب مئاتي وهيدي يعني تسجل لإلا هاي النقطة النقطة الثانية أنا بعتقد أنه في دعوة لازم تكون لكل الناس اللي بكرا راح تعطل إن كانوا جامعات ولا مدارس ولا أشغال ما يروحوا يقضوا العطلة بالمولات والكفيات اللي بتنطبق عليها مواصفات المقاطعة يعني مش عيد راس السنة بكرا ولا عيد الميلاد يعني يعني أقله أقله هي قصة فردية يعني هو كل واحد ياخد قرار على المستوى الفردي أنه بديشروع على هاي دي المحلات اللي بتنطبق عليها معايير المقاطعة أنا بعتقد إذا هاي دي بلشت آآ بالمعنى الفردي ممكن تتدحرج وتصير قصة يعني على المستوى الوطني اللبناني وعم وعم بتصير ببلدان تاني عم بتصير بفرنسا عم بتصير بالغربي يعني مش بس عم بتصير بالعالم العربي هاي دي وحدة اتنين فيما يخص موضوع الالف وسبعمائة واحد أول شي بما يخص الالف وسبعمائة واحد كل اللي عم ينطرح بالالف وسبعمائة واحد ما قلو علاقة بالواقع نهائية يعني ما في حجم الحاح دولة حقيقة هل قد تنروح نحنا هلأ نحط الالف وسبعمائة واحد على الطاولة بس أنا قبل ما أحكي عن الالف وسبعمائة واحد بدي أرجع شوية لا ظروف الالف وسبعمائة واحد مش رح طول كتير يعني 1701 هو مش قرار إدارة أخذوا والله كوفي أنان أو مجلس الأمن بليلي ما فيها ضوء أمر هو تراكم 33 يوم حرب طويلة عريضة سشت فيها حوالي 1200 لبناني 4000 جريح مليون لبناني تهجروا منهم 200 ألف طلوا عبرات البلد ومنهم كانوا بالبلد بمحصلة هذا الشي اللي شفنا 33 يوم صدر الأرار 1701 1701 كان تعبير عن وقائع دولية وإقليمية وجزء منها محلية كيف بأي معنى أول شي يعني الأرار إذا أنت بتقرأ الأرار واللي تحفزها ليه حزب الله بوقتها بمجلس الوزراء يعني الأرار بيحمل حزب الله المسئولية يعني مسئولية الأسر واللي استجلب كذا وكذا وكل الخسائر اللي صارت يعني يحمل عملية الأسر اللي عملها حزب الله ثم بالمندرجات الثانية بيكمل بنفس اللغة وبالتالي بيعبرك عن مناخ دولة منحاز لإسرائيل تعبر عنه بكل 33 يوم حيث كانت إسرائيل بدأ الحرب تنتهي بلحظة ملحظات ولكن كان الأمريكي وكان موجود أليوت أبرامس بغرفة العمليات بتال قبيب كان عم بيقلهم لأ ثم عملوا جسر جوي وجيبوا لهم القنابل اللي كان بتدمر تحصينات واستخدمت بالأيام الأخيرة منهم واحد كان باعتقد موضوع مجمع الإمام الحسن هذا المناخ يعني كل إيته اللي عملته ترافق مع مناخ للأسف يعني داخلي بيعبر كمان عن انقسام يعني باللحظة اللي كانت عم تقول فيها كوندوليسا رايس أنه صحق حزب الله ومقادة ألام ولادة شرق أوسط جديد وإطلاق الأسرين والتلويح بقوة متعددة الجنسيات وتحت الفصل السابع كان في مناخ لبناني انقسام وهذا الانقسام ما كان وليدة لحظة يعني بتلحظة 12 تموز 2006 هذا انقسام بلش بيه لحظة 14 باط 14 باط 2005 يلي كان تعبر عنه بالتظاهرات ثم أخذنا البلد على طاولة الحوار اللي عملها الرئيس بري بمجلس النواب باعتقد بأذار 2006 كان الجدوى الأعمال الحوار جزء منه موضوع الاستراتيجية الدفاعية وتعبير عن انقسام اللبنانيين ونظرتهم إلى موضوع المعاومة أنا بقول أنه اليوم هل تغير شيء بالمشهد من 2006 لليوم؟ أنا بقول لا ما تغير شيء بالمشهد من 2006 ربما يعني بعضه المجتمع الدولي بعضه مجتمع دولي ما تغير شيء نهائيا بعضه في خلاف داخلي بعضه الخلاف داخلي يمكن حتى بيعرفوا بعض الدبلوماسيين يعني إذا بالمناسبة إذا بترجع على أمياء أمياء كان موجود بلغنان وأمياء بآخر الأيام توضع يعني وقت تشاف أنه آخر شيء إمكانية فرض بعض الشروط إلى علاقة بالفصل السابع وإلى علاقة بنزع ترسانة الحزب وانسحاب الحزب إلى شمال النهر وإطلاق الأسيران أو تسليمهم إلى الحكومة كل هذه العنوين عندما أدركوا أنه هذه كلها يعني استعمل تعبير بوقت أنه هذا الموضوع موضوع موضوع التسليم الأسيران وتسليم السلاح قال له بتذكر يوم متى الحج حسين خليل قال له إياها للرئيس سنيورة وهذه كاتبها الوزير علي حسن خليل بكتابه صفحات مجهولة عن حرب تموز ثم كمان أوردها الوزير فناش أنه هذا أمر دونه بذل المهج وخوض اللجج يعني بهذا التعبير كان عم بقوله إياها يعني بمعنى أنه هاي دي يعني المهج يعني دم الأذب نحن طيب هلأ اليوم 1701 كيف كيفية التعامل معه يعني عم نشوف الفرنسي ثلاث موفدين يعني لودريان وإميه والوفد الأمني يلي إجا من يومين ثلاثة والعنوان الوحيد لهالزيارات 1701 هو العنوان الأبرز ليك جورج شو عنوان تنسميها جبهة المساندة تبعية الجنوب شو عنوانها عنوانها الأساسي دخل يعني حزب الله على جبهة الحرب في غزة من خلال ما قسميت جبهة المساندة عنوانها الأساسي هو الضوط من أجل وقف إطلاق النار في غزة هل حدا من اللبنانيين يعني بدوا المجزرة تستمر بغزة أكيد المجتمع الدولي يعني واليوم إذا بتقرأ هلأ منحكي عن موضوع غزة يعني مبين واضح التفويض الأمريكي مستمر تعبر عنه بمجلس الأمن بس أنت عندك مصلحة كلبناني وكعربي أن تستمر المجزرة وبالتالي أنا برأيي قبل وقف إطلاق النار وهذا أصلا الأمريكان عم بيقولوا لهذا الموقف قبل وقف إطلاق النار وبالتالي مقالات الحرب في غزة يعني بمعنى حسابات الربح والإخسارة كل الحكي عن 1700 وحد ما له معنى نهائية أستاذ جون عزيز 1701 والجهود أو الاندفاع الفرنسية تجاه لبنان شو بدهم تحديداً؟ وفي كتير حكي عن بيطلع عن تهديدات أنه يا تطبيق 1701 يا فرضه بالفصل السابع يا تعديله إبعاد قوة الردوان أو حزب الله إلى مورق الليطانة كل هذه الأمور شو فيه بالمعطيات وبالمعلومات خلال هذا الأسبوع والموقفين الفرنسي والأمريكي تحديداً فينا نقارب الموضوع من الخارج يعني اللوءة في الفرنسي والأمريكي وحركتهم وفينا نقاربهم من زاوية المصلحة اللبنانية خارجياً أيبات معلومة أنه أمي كان بالدوحة مرع على تل أبيب شايف الجو بتل أبيب تم اطلاعه على خرائط وعلى خطط وعلى ما اعتبره مقلقاً من معطيات فإن لابد من زيارة بيروت ما بعتقد حمل التهديد وحتى الكلام يلي حيوى للبعض ينسبه لوليد جملات تبين أنه منه صحيح منه حمل رسالة التهديد أمي إيجا يقول ثلاث نقاط واحد على حدودكن في حدا مجنون قابل وقادر على أي شيء والتدمير اللي عم بتشوفوه بالمقلب الآخر ممكن يصير عندكم اثنين الحدود بعد قدرسلنا عم نحكي هلأ تقريباً أكتر من ستين يوم من الحرب باتت بوضع غير قابل لأن تكون بحالة ثابتة ودائمة لأنه فيه نقاط عسكرية دوريبيت فيه منظومة رصد معاية موجودة فيه اشتباك دائم وبالتالي أنتو خط الحدود أصلاً مش قادر يكون ثابت بشكل نهائي ثلاثة كيف ما انتهت حرب غزة راحين على تسوية وهذه التسوية بدأ تشمل جنوب لبنان لذلك انطلقوا من هالثلاث نقاط حضروا حالكم استعدوا شوفوا شو اللي ممكن ينعمل فهالي المقاربة الخارجية بس طالما هيك ليش هالقد عم بصير فيه تركيز على ألف وسبعمائة وواحد وقال حسين أيوب بشوي أنه قبل ما تخلص غزة وقبل ما يكون في نهاية لهذا القتال لهذه الحرب لا فيك كمان تقول أنه ما في معنى للحديث ألف سمين وواحد هلا يمكن الإيراني يقول لك قبل ما تزول إسرائيل أنا ما بيحكي بجنوب لبنان أقول يمكن حتى فيه تصريح لبعض قيادات حماس أنه قبل ما يعمل الإسلام ويحكم العالم احنا ما بنحكي بجنوب لبنان فيه تصريح لقيادات حماس فهون على اللبنانيين أنه ياخدوا قرار بس خليني أقول أنه هاي كانت الرسالة الخارجية هلا داخليا من أبضت جد بل لك بصراحة لأنه أعتبروا أنه لو فيه رسالة جدية كأننا ألا الأمريكي ما كنا ألا الفرنسي وأنه الفرنسي باحث عن دوره وأنه ماكرون بحاجة لتسجيل انتصار بعد سلسلة هزائمه من أفريقيا إلى المتوسط كله إلى المشرق وبالتالي لم تقبض جد أليس منطقيا هذا التحليل برأيك؟ بمعزلنا بدي فوت بتقييم لأله بس أنا بدي أرجع على الواقع اللبناني منذ زيارة أكشتاين ما قبل الأخيرة بقاب الماضي قيل وحتى على ألسنة مسؤولين رسميين أنه في محاولة لبلورة عرض على لبنان يقول بالتالي إذا عرضنا عليكم حل كامل لكل الحدود اللبنانيين من نقطة بيوان يلي بيعوى الشباب بالترسيم البحري وزوروها وما بعد له اليوم ما بعدوا مراسل على الأمم المتحدة حولها من البيوان لمزانع شبعة لاخراج الماري يعني الغجر الشرقية مع 13 نقطة المختلفة عليهم مقابل تطبيق 1700 واحد بشكل متوازي ومن الجهتين هل لبنان عنده مصلحة بهذا الأمر أو لا؟ هذا الموضوع المطروح على اللبنانيين شو الجواب؟ الجواب الأكثر واقعية وحكمة ووطنية اللي عطيته إيادة الجيش أنه هذا الموضوع بحاجة أولاً لوقف إطلاق نار ما فينا نفاوض تحت النار وتحت الضغط وتحت التهديد أثنين نحن بحاجة إلى ضمانات أكيدة وحاسمة ونهائية بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة ومن بعدها نبحث بهذا العرض فهذا الموضوع أنا برأيي ما تروح على لبنان اليوم أو بكرة أو بعد بكرة أو قبل غزة أو بعد غزة وعلى اللبنان وعلى اللبنانيين وعلى المؤاومة أنه تحدد هي هل هي من أجل الدفاع عن لبنان أو لا؟ من أجل حفظ حدود لبنان أو لا؟ إذا قيد لهذه المقاومة أن تضيف إلى سجل تحرير جديد لكامل الأراضي المحتلة من دون حرب بتقول لا نظرا لحسابات إيرانية أو حسابات أخرى خارجية هيدا الموضوع أخرين عمل تمرين هلأ سياسي وفكري على اللبنانيين بانتظار الاستحاق ما حدا مطلوب منه هلأ لا يعطي جواب ولا يقوم بأي خطوة بس هذا موضوع مطلوب جدا سؤال هل أوكلت مهمة القرار 1701 إلى الفرنسيين علما أن أمريكا هي الوسيطة لأن أمريكا دخلت طرف وأصبحت شريكة في الحرب ولن يصدق وساطتها أحد أنا برأيي أمريكا مش مهتمة بالموضوع أمريكا آخر وساطة عملتها مع أكشتاين كانت محصورة بموضوع الحدود مش مهتمة بأكتر من موضوع الحدود هون عم تحكي بتسويه شاملي التسويه شاملي نحن ما عنا مصلحة نفوت أمريكا عليها لسبب بسيط ولا أكيد الوزير بيعترض على هذا الكلام لأن أمريكا بدأت تدفع عمولة لهذه التسويه لقوة إقليمية ما ترعاها يبقى تدفع عمولة مثل ما عملت بالتسعين لبشار الأسد يبقى تدفعها لإيران يبقى تدفعها لحدا نحن عندنا مصلحة هذا الموضوع نعمله بسيط الأمم المتحدة وبإطار الخماسي يلي طابع الطاغي هو طابع عربي نعم هيدا بيضمن مصلحة لبنان رح انتهد إلى العاصمة الفرنسية باريس مع الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية جو مع كارون مساء الخير استاذ مع كارون مساء الخير لألك استاذ جورج ولزميلان حسين وجوكا بداية يعني بدي اتوقف من وحل اللي كنا عم نحكيه الوفود الفرنسية التي تأتي إلى بيروت تباع عن لودريان ايميه والوفد الأمني الفرنسي من يومين بحكي بس عن هي بدأ تدقيق معاها الوزير الخارجي عن زيارة الرئيس ووزير الخارجي زيارة جديدة قبل بحكي عنا الصحافة الإسرائيلية اليوم يعني منحكي عن زيارة ماكرون لليونيثل على العيب وقولونا كمان يعني ياب ترافقه ياب تسبقه بدا تدقيق بس فأستاذ معكرون هذه الوفود الفرنسية عنوان البارز لألف وسبعمائة واحد شو عندك معطيات أو معلومات أو تحليلات لها علاقة بنتائج هذه الزيارات والمهمة الفرنسية الموكلة إلى الفرنسيين يعني أول شي لازم نقول أنه الرارة سبعمائة واحد أساسي لوضع قواعد الاشتباك بس بنفس الوقت يعني الظروف اللي أنت جدتها لا تزال قائمة يعني بتبين بهذه الظروف بيكون معين يعني لا حدود دولية متفعة عليها وكمان ما في قدرة لليونيفل الدفاع عن نفسها أو اللعب أو الدور ومن أول يوم قال لليونيفل والجيش مهمتنا مش نزع السلاش أو التدخل بطرف فالمهمة الفرنسية يعني ردنا على سؤالك يعني أجد بعد تهديد إسرائيل نوعاً ما بأنه بلول ديبلوماسية أو ندخل بحرب فأجد هالمبادرة بإعاز إسرائيلة وضعت معادلة بمعنى أنه هل بينسحب حسب الله للشمال الإيطالي أو منوقع في الاتهاجات الإسرائيلية أبل فبالتالي هون هذه الوساطة والموقف اللبناني الرسمي حتى الآن يعني أقرب للموقف الأمريكي يعني المعطيات اللي عنده أنه الأمريكيين مش كتير مهتمين بهيدا المصار بمعنى المتفقين الفرنسي والأمريكيين على عدم التصعيد بجنوب لبنان لكن دورة فرنسي الآن بالموضوع عسابة 101 بالنسبة للأمريكيين الأساس الآن هو محاورة احتواء الأمر ديبلوماسياً بشكل عام بغض مظرعة 101 وتحضير لترسيم حدود مبارية محتملة أي استعمال هذه الورقة كوعود أو كحجة أو لبعدين تمهيد الأرض لهذا الموضوع يعني في أذن نعم تفضل يعني الفرنسيين بعتقد عم بغرضوا شوي لحالهم مثل العادي يعني دائماً في تباين فرنسيا أمريكي بالموضوع اللبناني شفناه بالألف سعمية واحد حين أوكر شفناه بالملف الرئاسي قد يكون عندهم تقاطع مصالح بس دائماً المقاربة والتباين مختلفين يعني هيدا بالنسبة لأيلك برأيك هيدا تحرك بالوقت الضائع يعني ما رح ينتج عنه شيء بانتظار أنه الأمريكي كيف بدوا يفوت على التسوية وشو رح ينتج ما بعد الحرب يعني الفرنسيين دائماً بيلعبوا هالدور يعني الضامن الوحيد لهذا العدم التصعيد هو الضغط الأمريكي على إسرائيل وإيران هو اللي عم بيؤدي له حد الماء لعدم خروج الأمور إلى بعض من ذلك فبالتالي الدبلوماسية تكون أكثر فعالية يعني الفرنسيين ما عندهم قدرة ضغوط على إيران بشكل عام وحتى حزب الله بس إنه عندهم قدرة أنه تواصل مع حزب الله وتوصيل رسائل الإسرائيلية وما يجري الآن هو نوع من الدبلوماسية غير مباشرة يعني بأن حزب الله وإسرائيل عم تبادل الرسائل بما عندنا لإيجاد صيغة ما وما باعتقد اللي حيكون في راد رسمي لبناني مثل ما يتوقع الفرنسيين أو الإسرائيليين فبالتالي يعني تنتقل التحليل يعني اللي بيواقف باعتقد التصعيد بجنوب هو إما وقف اطلاق نار في غزة أو استخدام الكوات والحزب الله ولا الأمريكيين ولا الإسرائيليين بهالوارد الآن نعم دخول فاللعب الآن أنه عم بيقوله الإسرائيليين ما فينا نعود لقبل 28 وحزب الله عم بيقوله أنه وقفوا الحرب بغزة منرجع لقبل 28 فهون هلأ شد الحبال إذا نمكن القول أن التحرك الفرنسي هو في الوقت الضائع يعني عم بيملل وقت الضائع حاليا إيه هلأ هلأ ما في إنه رحنا بحالة حرب يعني بس إنه قصدي إذا ما فيه تفويد أمريكي وإيراني ما قدريني عملوا شي يعني بشكل يكون فعال متما شفتها بملف الرئاسي أو غيرها نعم طيب بالانتقال إلى غزة أستاذ ماكرون يعني عم نشوف أنه الأمريكي غطى استئناف الحرب والقتال والمجازر لشهر إضافة الأمريكي شريك في هذه الحرب من خلال القرار والتسليح والتغطية المستمرة في أمجازر ترتكبها إسرائيل تدمير طيب إلى أين بعدين لوين يعني بالآخر لوين يعني هذا السؤال يعني كما ذكرت في تفويد أمريكي بعتقده غير مصبوك مقرنتاً بحروب سابق عادةً بيكون فيه تباين أمريكي إسرائيل شاهدناه ب2007 وكان فيه ضربة عسكرية على المفاعله والسوري بدير الزور كان هناك بوش طلب بشكل صريح وتمت العملية عبر أولمرت وقتاً بس الآن فيه على مستوى كل مستويات الإدارة فيه في هذا الدعم بعتقد أنه بلاشنا نوصل لآخره يعني استهلاكه للآخرة لحد ما المشكلة الأساسية يعني بعتقد الإسرائيلي ما يعرف شو بده يعني إذا وقفت بكرة لطلق الطار شو المرحلة الثانية أول مرة بلينكل بيستعمل اليوم إنه إذا استسلمت حماس ممكن نوقف يعني أول مرة بيتماهى بهالطريقة مع الموقف الإسرائيلي فبعتقد مستمرين أنه نحن بالضغوط يعني إيران وحماس عم بيرهنوا نعبيات العسكرية والضغوط الدولية لحتأدي لمرحلة ما إسرائيل عم ترهن على وقت وضغط على حماس الأمريكان شعرين أنه الضغط الإيراني عليهم بعبر الحسيين وغيرهم منوا على المستوى اللي بخليهم يحسوا بخطر مباشر أو أو هيدا فبعتقد بس بشكل عام بعتقد يعني الشك على بياض الأمريكي أو بلشنا بنهاية أعتقد نعم طريق لوصوله وقف طلاق النار يعني ما بعتقد لتطول بعد كتير كتير إذا نشوف كل الأجواء الداخلية بإسرائيل أو بأمريكا أو بعمستوى الدول فبعتقد بلشنا بداية النهاية يعني فيه رأي عام عالمي وفيه شعوب عم تتحرك فيه تظاهرات عم بتصير بعواصم أوروبية وأمريكية فيه يعني ناشطين على مواقع التواصل اليوم بكرة حيعملوا إضراب عالمي يعني ما بعرف قديش رح بيكون فيه التزام على المستوى العالمي ولكن هذه حركة لا يمكن إلا التوقف عندها فيه مثلا الان بي سي نيوز شبكة الان بي سي نيوز مباري حقالت أنه فيه أكثر من أربعين متدرب يعملون في البيت الأبيض وفيه مكاتب تنفيذية أخرى انضموا إلى قائمة مسئولي إدارة رئيس بايدن طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة وأرسلوا رسالة إلى بايدن ونائبته كمالة هاريس عم تتهمون بتجاهل مناشدات الشعب الأمريكي يعني هذه الحركة إلى أين يمكن أن تؤدي يعني هل بتغير شيء بواقع الأمر يعني ما بأعتقد أنه أكيد جهود بيكون مهمة تستمر بس أصدي على المستوى التأثير الأرار بوقف إطلاق النار هو أغلبيته بإدارة بايدن يعني بحاجة لأتصال واحد للضغط بشكل صريح من البيت على الاترنياه هو اللي يوقف يعني حتى الآن ما في ضغط داخل أمريكي يوصل له المستوى الصلاعات الرأي بتقول أنه حتى الديمقراطيين منقسمين في لوم لحماس على بداية الحرب الرأي العام فبايدن ما وصل لمطرح أنه بس أكيد في سورة أمريكا في ضغط الدول اللي عم بيزيد فبالتالي السؤال الأساسي ما حدا عم يعرف شو بعد مواقف طلق النار بس يوصل للمرحلة تصور ما ندخل بها المرحلة ليس موضوع هلأ بس الأسرة إنه مين يدير المرحلة المقبلة كيف بده يؤثر داخليا على نتنياهو في كتير أمور مرتبطة بس تتوضح بأعتقد نهاية محتومة يعني تبادل الأسرة وإطلاق النار بكل حربة عنه السقف وبعدين بينزلوا على الشجرة بشكل دريجي بس هالمرأ لأنه مختلفة كانت العملية النوعية بسبعة تشرين فما بعتقد فيه وضوح حتى من الأمريكيين شو المرحلة المقبلة بس بعتقد مثل ما ذكرت بلشنا ببداية النهاية يعني حتى بننسى الخطابات العالية من الطرفين بس بعتقد بلشنا هذا المخاض الأخير شكرا لألك جو معكرون الباحث المتخصص في الشؤون الإقليمية والدولية كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس حسين أيوب بالانتقال إلى غزة وانطلاقا من اللي قاله الأستاذ معكرون يعني هذا التفويد الأمريكي الفاتو الأمريكي بمجلس الأمن التفويد المستمر لإسرائيل عدم الوصول إلى وقف إطلاق نار عدم استمرار الهدنة استمرار آلة الحرب والتدمير استمرار الغزويين بصمودهم ومقاومتهم هيدا المشهد لوين بيوده أول شي بس كثف بموضوع الألف وسبعمائة وواحد طالما ما في وقف إطلاق نار بغزة كل الحكي على الموضوع أنا باتفق مع زميلنا النهار اللي بيمسك الأمريكي الملف اعتبر أنه فيه شي جدي تحديدا أوكستين لأنه هو المعنى صغير بالملف اللبناني ثلاثة بعتقد هيدا فرصة للبنان طيحط موضوع الخروقات الإسرائيلية ولا سيما ولا سيما موضوع البي وان على هيدا وأنت بتعرف موضوع البي وان قديش كان موضوع حيوي للإسرائيليين هل الإسرائيلي مسعدي يتخلى عن البي وان عم نحكي بمنطقة النقورة هل الإسرائيلي مسعدي يعمل تنازل بالغجر هل الإسرائيلي مسعدي يلتزم بموضوع مزارة شبعة يعني وضع هذا الملف بعهدة الأمين العام للأممتحدي كما نصب وقت القرار ألف وسبعمية وواحد بعتقد هي فرصة للبنان لا يجي وقتها نعم الأكيد أنه لبنان بلغ الفرنسيين كحديدا أنه هو مسعدي يستقنف الثلاثية من هلأ بالنقورة يعني الشمعات اليونف مع الجيش اللي بتصير بشكل دائم للأسف لهلأ ما إجي جواب إسرائيلي هيدا فيما يخص موضوع الألف وسبعمية وواحد بالنسبة لموضوع الغزة غزة لفتلي انتباه اليوم كتير المقابلة اللي عملتها الشرق الأوسط مع أوري وستر هيدا نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالمقابلة حاطت مجموعة أشياء أهم شغلة هي بالمقابلة اللي نبلش فيها أول شي آيل أنه ما في خطوط حمر أمريكية بحرب غزة اثنين آيل ما في جدول زمني يعني قصة أسابيع أو تارك الجدول الزمني مفتوح وبالأهداف اللي حاطتها للعملية آيل الإطلاق صراح جميع الرهائم مش تبادل اثنين الالتزام بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها مساعدات إنسانية لغزة هلقدي حدودها للخبرية وأربعة منع توسع الصراع بالمنطقة خمسة اليوم التالي شي اللي مسميه انطلاقا من مبادئ توكيو اللي حكوا عنه بلينكين الحكم لمين الشو اسمه حل الدولتين إعمار غزة الإدارة مجموعة عناوين حاطتها بالإدارة هودة إذا بتقراهون اليوم بتشوف قديش بيتماهوا بالجزء مننا وبتفهم اللي صار بمجلس الأمن إنه الأميركي استخدم الفيتو وبالتالي أنت اليوم بهذا المناخ الأميركي واضح إنه سقف الزمني مفتوح لأنه ليش سقف الزمني مفتوح؟ لأنه حط الأهداف اللي حطة الإسرائيلية شو هي الأهداف الثلاثة اللي حطة الإسرائيلية حط أولا سحق حماس اتنين إطلاق صراح الأسرة ثلاثة بدوش ضمانات إنه ما تكون الغزة أو الضفة مستقبلاً منصة لسهداف أمن إسرائيل بالثلاثة ما أخد شيء الإسرائيلي لا هلأ طيب بالمقابل بالمقابل حماس حطت سقف وهذا كمان هون بين المزوجين حماس بالتفاوض اللي عم بيصير بالنار يعني أثناء هلأ المعارك اللي عم بتصيره سقوط الهدنة من حوالي الجمعة تقريباً صار فيه تبادل رسائل عبر وسطاء والإسرائيلي أول مرة بيعطي إشارة حاول استعداده لتبييد السجون الإسرائيلي ولكن حماس اشترطت إنه أن يكون هيدا الخطوة الثالثة الخطوة الأولى هي وقف إطلاق النار الخطوة الثانية هي فك العهد عفوا فك الحصار الخطوة الثالثة هي عملية تبادل الأسرة عم بقول إذا هوا بتحطهم كليتهم على بعضهم هوا دي شو بيوصلوك لمحال بيوصلوك إنه أنت عملياً كل واحد الأهداف اللي حاططها تشهي بأنه العملية مستمرة وقابلة للتدحرج استاذ جان هالا العملية قابلة للتدحرج ولوين ولا أيمتا خليني أقول لك لا برأي ما في تدحرج وخليني حط المعيدة اللي وهون عم بحكي تحليل مش معلومات حطها طحت عنوان إسرائيل هزمت خسرت المعركة إنما أمريكا لم تجد بعد من سيربح هذه المعركة إسرائيل هزمت بالسياسة مش سهل ولا تفصيل إنه تضطر أمريكا تستخدم الفيتو دفاعاً عن وقف إطلاق نار مش إنه موضوع اعتداء وقف إطلاق نار هاي هزيمة سياسية لإسرائيل على المستوى الدولي هزيمة على المستوى الأوروبي صاروا بمعركة مع كل دول أوروبا تما أحكي الهزيمة على المستوى الإعلامي على المستوى الشعبي على المستوى النخبوي اللي صار الجمعة الماضي بأمريكا إنه الكونغرس يطار يعمل هيرنج لأكبر جامعات أمريكية هاو كله المؤشرات إسرائيل هزمت خسرت المعركة حتى عسكرياً وسيقبت كمان إنه هالأسبوع غاب كيسنجر فطاروا ينبشوا عن أرشيف كيسنجر اكتشفوا معادلته على إنه المينيشيا بيكفي إنه ما تخسر حتى تربح بينما الجيش بيكفي إنه ما يربح حتى يكون خسر وبالتالي حتى عسكرياً إسرائيل هزمت خسرت المعركة مرضة أخيرة ونهائية لللزوم للمزيد إنما المشكلة المشكلة عند الأمريكي إنه ملأة من حدا يربح هذه المعركة لا إلا أنه مثل ما قلنا من أول يوم حماس ما فيها تربح هذه المعركة بوجه العالم وفلسطين التي يفترض أن تربح هذه المعركة لم تصبح جاهزة بعد لكسب المعركة من شن هيك بتشوف الأمريكي شو عم بيحاول يعمل؟ عم بيحاول هو يربح الوقت مش عم يعطي وقت للإسرائيلي هو عم بيحاول يربح الوقت لمحاول جسط النبض لتركيب آليتين آلية سياسية وآلية أمنية عسكرية إذا ركبوا معه هاو هلأ البعض بلدت تحكي عن الأسبوع الأول من العام المقبله حتى البعض حدد سبع كنون انطلاعا من رمزية ثلاثة شهر على الحرب وبدء التحضيرات للإنتخابات الأمريكية إذا الأمريكي قدر لقى آلية سياسية وآلية عسكرية لما بعد الحرب يعلن هزيمة إسرائيل بيعمل لها أخراج بيعمل لها سيئة معين لا يبلش بتركيبة المقبلة بس الأكيد أنه المشكلة بأنه الباقي عم بيصير حرب عباسية حرب مجانية حرب انتقامية الدم اللي عم بينسفك هلأ هو دم انتقامي كيدي من قبل هذا الوحش الصهيوني يلي ما عنده أي معنى لا بالسياسي ولا حتى بالميدان بدأ ينتقل إلى العنوان المحلي البارز في هذا الأسبوع عنا موضوع الجلسة النيابية التشريعية موضوع التمديد لقائد الجيش وكل ما يحيط بهذا الملف من تشعبات ومن سجلات ومن مواف ماذا في موضوع التشريع والتمديد؟ بموضوع التشريع والتمديد خلينا نبدأ من عند نقطة أساسية أولا أنت تحبه لجوزيف عون ولا تكره لجوزيف عون خلينا نتفق أنه اليوم الجيش يكاد يكون مش يكاد يكون يعني هو المؤسسة الوطنية الجامعة بين اللبنانيين كنا نقول قبل الليرة ومش عارشو بطل في شي جامعة لليوم لللبنانيين إلا الجيش وندر يمكن ما تلاقي ضايعة بلبنان أو عائلة بلبنان ما في عندها عسكري بالمؤسسة العسكرية هاي النقطة الأولى اثنين كمان دور الجيش جنوباً دور الجيش شمالاً دور الجيش شرقاً دور الجيش بالأمن الداخلي وهذا تحدي الجيش عم يعملوا من تقريباً من فترة طويلة مش من هلا يعني كمان هذا موضوع مش لازم الواحد يقلل منه نهائياً ثلاثة يعني هوضي بيخذوك على محل أساسي إنه هل في حدا بده الفراغ بالجيش أنا بعتقد ما حدا بده الفراغ بالجيش لا خارجياً ولا داخلياً كان دايماً السؤال هو يعني كيف نملأ الفراغ حتى يعني بلقاء وليد جملاط مع حزب الله ووفد حزب الله سألهم هو بشكل واضح قالهم شو هي ملاحظاتكم على أداء قائد الجيش جزيفان قالوا له معنا ولا ملاحظات الزلمة مش غلطان معنا نهائياً سبع سنين ولا غلطان غلطة نهائياً حتى بالاستحققات قريبة مش بعيدة كتير ولا مرة كان غلطان يعني فإذا كيف راح يتعامل فإذا عم بقول أنا عم بعمل هذا التدرج سأقول إذن السؤال الأساسي هو نحنا اليوم عملياً بعشر شهر عشر شهر أنت عملياً بقيلك أربع أسابيع بقيلك شهر للتمديد يعني وصلنا للحظة الحقيقة إذا بدك تسميها كيف بدنا نقارب هذا الملف واضح لهلأ لهلأ يعني لقبل ما نفوت على السيديو الرئيس بري عنده وجهة نظر تقول أنه لا يريد أن يتجرع هذه الكأس المرة ما بكرة في بعض الظهر ما راح أجتمع هيئة راح أصلك وبالتالي لهلأ لهلأ لنحنا هلأ قبل ما نفوت على السيديو بعده هو عم بيقول فلتبادر حكومة الرئيس مئاتي إلى حسم هذا الموضوع بتصيغة التي تراها مناسبة هاي مسئولية الحكومة وليست مسئولية مجلس النووي بالمقابل حكومة الرئيس مئاتي شو؟ أنا باعتقد فيه فرصة عند حكومة الرئيس مئاتي إلا علاقة باحتمال الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع بتصور راح يدعي لجلسة بس هو رايح ثلاثة أيام مع جناف بيرجع الأربع من جناف مساء بتصور لازم يدعي لجلسة الجمعة أو السبت إذا دعا الرئيس المئاتي لجلسة الجمعة أو السبت بدك تشوف إذا هذا الموضوع راح ينوضع على جدول أعمال أو ما راح ينوضع على جدول بس هل دقيق الكلام إن وزراء حزب الله وحزب الله بلغوا مئاتي إنه إذا بدي يكون في جلسة حكومية للتمديد لقائد الجيش وزراء الحزب ما حيحضر لا هو النقاش عم نحكي الأشياء مثل ما بقوله زي ما هي الإشكال الأساسي اللي واقف عنده حزب الله ما إلو علاقة بقائد الجيش نهائيا إشكال الأساسي إلو علاقة بموقف حليفهم رئيس طيار الوطني الحر جبران باسيل والعماد ميشيل عون أي خيار من الخيارين هو أقل خسارة لأنه إنت عم تحد من الخسارة طالما هو عام البلوك على جوزيف عون رئيس طيار الوطني الحر لإحساباته أنا مش عم ناقش إذا معه حق ولا معه أنا عمل توصيف عام البلوك على جوزيف عون وبالتالي تمنى على حزب الله يعني هو والجنرال عون أنه هذا الموضوع يسيرو فيه لهذا الموضوع عمليا عمليا هو جمد الموضوع عمله فريز بمجلس الوزراء ولكن لم يتوقف النقاش بين التيار والحزب وبعتقد أما فيه لقاء بده يسير يعني خلال الأيام المقبلة هذا اللقاء بيحدد المسار بس حزب الله هل حسب أمره بالنسبة لموضوع الجلس النيابي يعني إذا صار فيه جورج إذا حسموا أمره يحضروا مجلس الوزراء فيه إلى تخريجي هن مجرد ما يوفروا النصاب بمجلس الوزراء مش بالضرورة يصوتوا يعني بيسيروا أنه ما بيصوتوا مع الموضوع وإذا بمجلس النواب إذا بمجلس النواب حساباته مختلفة كليا شو؟ حساباته الأساسية إلى علاقة بأنه اليوم رح يحط سمير جعجة على الطاولة أنه عمل انتصار كبير هل عامل مقابله الرئيس بري أنه جيبهن على التشريع ورح يشرقوا كل البلود بيوصلوا بالآخر وممكن الجلسة تاخد يومين مش تاخد يوم واحد وهل هي مضمونة نتائجها ولا مش مضمونة هذا نيقاش تاني محال تاني بس أنا عم بقول اليوم المسارين مفتوحين أنا عم بقول ما تلغي المسار الأول هو مسار الحكومة خلي المسار التاني أنا بأعتقد نتيجة إرباك حزب الله بحليفه جبران بسيل اللي نيقاش إلو علاقة بالحد من الخسارة بواحد إذن بعده مفتوح الخيارين نعم مش إنه حسم إنه نهار الخميس في جلسة نيابية في جلسة في رئيس بري يتعهد بيدي على جلسة قبل خمسة عشر يعني نهار الخميس في جلسة ورئيس بري بكرة هيئة مكتب المجلس بعد الظهر راي حدد مواعد جلسة طب يعني يعني في جلسة الخميس عم قل لك رح يحطه على جدوى الأعمال اللي بتلي اللي أنت بدك ترأي بالمسارين المسارين مفتوحين أنا عبر لك إيهون إنه المسارين مفتوحين ما تلغي واحد من اتنين نعم إستاذ جان إذا بنناقش بتخمين ما يمكن أن يحصل صار معروف إنه في محاولة اللي مش بديقول للتهريب التهرب من هذا الاستحقاق الوطني ونحكى بشكل علني إنه تنعمل جلسة مجلس النواب على جدولة هذه الاقتراحات المدرجة على جدولة كل شي فيه مشاريع قوانين طبعا طبعا بالآخر بالأنون بيحط الاقتراح المعجل بآخر جدول الأعمال أكيد مش بالآخر أكيد مش بالآخر ساعتها بتكون نوعا كيدية بس إنه لا السيناريو اللي عم بينحكى إن شاء الله ما يكون صحيح لمحاولة التهرب بأنه وقت اللي بنوصل على هذا البند بيصير نقاش حول إمكانية إنه الحكومة ترجع تتلقفه وبيطلع رئيس الحكومة بيقول إنه خلوها نحاول بعد محاولة آخيرة بمجلس الوزراء وبتروح اللعبة بهذا الاتجاه هذا ما يحكى وآمل أن لا يكون صحيحا بس خليني نقول أنا شغلة وحدي أولا في آخر مؤسسة وطنية عم تلعبوا فيها هاك الحال بس عفوا جلسة مكتب المجلس تأجلت لبعض بكرة لأنه بكرة فيه إضراب يعني بس حتى نكون هلأ هي بتضل إنه في 48 ساعة لتوزيع الجدول بتضل المهلة المقدرة لأنعقاد الجلسة التشريعية معقولة خلال هذا الأسبوع فالمهم إنه آخر مؤسسة وطنية بدكن تلعبوا فيها بها الشكل كملوا آخر خيار عم بيطرحوا عليكم الشركاء المساقيين عبر بكركي بدكن كمان تنسفوا هذه الشراكة كملوا آخر محاولة لإنقاذ ما تبقى من البلد بدكن تنهو وتتسلوا باستقبالات الترابلوس كملوا برجع بقول أنا بعتقد والحزب تعامل بشكل عقليني مع الاستحقاء حاول إنه يتجنب الاحتكاك المباشر مع جبران بسيل من دون ما يسقط بيئة الخيارات هلأ اللعبة عند البقيين بس اللي برجع متل ما قلت المرة الماضي عم بيدقوا أسافين كتير كبيرة بالشراكة المساقية بالبلد واللي بدون يضربوا الجيش واللي بدون يضربوا إيادة الجيش إن كان باسم جبران بسيل أو بغطاء ميشيل عون بس يتذكروا إنه كيف ميشيل عون طلع من مؤسسة الجيش ووصل مطرح ما وصل من مؤسسة الجيش واللي بيحكوا بالوفا بدأ يسألك يا جوج إذا بتعرف لك شي مسؤول بالدولة اللبنانية اليوم بعده حاطت صورة ميشيل عون بمكتبه بتعرف لك شي مسؤول في واحد قائد الجيش اسمه جوزيف عون ياللي القانون بيمنعوا يحطه فوق راسه بعده على مكتبه بس حتى يعرفوا اللي بيحكوا بالوفا واللي بيحكوا بالوطنية واللي بيحكوا بمصلحة لبنان وين ممكن ياخدوا البلد نعم شكرا لقالك جوان عزيز شكرا لقالك حسان أيوب في توضيح كمان انه يمكن اللي تأجلت بكرة جلسة اللي جان مش هيئة مكتب المجلس هيئة مكتب المجلس بعده قائمة التأجيل هو تأجيل اللي جان المشترق آها يعني فأزا هيئة مكتب المجلس بعد قائمة بعد قائمة بكرة بعد الظهور بس تأجرت اللي جان وظل المهلة المهلة هي زيتها أنه الجلسة هذا الأسبوع شكرا جون عزيز شكرا حسين أيوب بالأحد المقبل المفروض تكون توضحت الصورة باعتقد كان المسار الحكومي أو التشريعي نحكي أكتر بالخلاصات أو بالنتائج شكرا لك سيد جون أستاذ حسين بعد الفاصل الإعلاني ديانا عيواذا زميلتنا وقفة مع الإضراب اللي أطلقوا الدعوين وشطاء من مختلف أنحاء العالم لإضراب عالمي شامل بكرة تانين بعد هذا الفاصل